السلام عليكم نانا حنان شوئي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابها الشخصية على موقع الفيسبوك وقالت أناشد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي رئيس المصريين وأقول له يا سيادة الرئيس حضرتك قلت قبل كده أن كل فرد في مصر حياخد حق ونحن لا نرضى بظلم أحد وها أنا أشكو إليك من إنسانة مصرية تعيش على أرض هذا الوطن ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن ويرفضون أن يعطوني حقي فقد تعاملت مع شركة للإنتاج ولي عندهم مبلغ منذ سنوات ويرفضون إعطاء باقي حقوقي كما تعاملت مع شركة ثانية ولي عندهم مبلغ ويرفضون أيضا إعطاء حقوقي وعندما لجأت للنقابة قال لي النقيب أشرف زكي ارفعي قضية وحضرتك عارف أن القضية ستكلف مبالغ للمحامين أنا ليس معي ما يكفي لهذا فضلا على أني أشكو إليك يا سيدة الرئيس تجاهل شركة الإنتاج للممثلين والممثلات الذين يجلسون في بيوتهم منذ فترة دون عمل فماذا يفعل هؤلاء والفن مصدر بسقهم الوحيد؟ هل نموت جوعا أو نموت قهرا؟ لجأت إليك سيد الرئيس أنا وكثير من أصدقائي لحل مشاكلنا وعانك الله علينا وحفظ الله مصر وهذه كانت رسالتها واستغاستها لفئيس عبد الفتاح السيسي تابعونا ولا تسود دعمكم لنا بالاشتراك في القناة ودعمكم لنا باللايك والسلام عليكم